اشتركوا في القناة المجلس التعاون والامانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في امينه العام وصفها بانها حملة ظالمة تجاوزت كل الاعراف والقيم والمهنية الاعلامية مستخدما خطابا اعلاميا غير معهود من ابناء الخليج وملئا بالتجاوزات والاساءات والتطاول وعبر الزياني عن استقرابه الشديد من محاولة بعض وسائل اعلام القطرية تحميل الامين العام مسئولية حل الازمة رغم ان المسئولين في الحكومة القطرية والاعلام القطري يدركون تماما ان حل الازمة وانهاء تداعياتها بيد اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اعضاء المجلس الاعلى رعاهم الله وليس احدا اخر وهو ليس من مسئوليات وواجبات الامين العام الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات واغامر المجلس الاعلى والمجلس الوزاري فقط ملتزما بما ينص عليه النظام الاساسي لمجلس التعاون وعبر الدكتور عبل طيف الزياني عن استهجانه لما يسعى اليه بعض الاعلاميين في وسائل الاعلام القطرية من محاولة ربط موقفه من الازمة بجنسيته البحرينية وموقف مملكة البحرين المعلن والمعروف منها مواكدا التزامه التام بعداء المسئوليات والمهام والواجبات المكلف بها من المجلس الاعلى حفاظا على تماسك منظومة مجلس التعاون وانجازاتها ومكاناتها الاقليمية والدولية ولكنه في نفس الوقت سيظل ابنا بارا من ابناء مملكة البحرين وفيا لقيادتها الكرام محافظا على وطنيته ودعت زياني وسائل الاعلام القطرية الى التوقف عن مارسة هذا النهج من الاساليب الاعلامية التي تضر ولا تنفع وتفرق ولا تجمع بل ولا تساعد على اصلاح ذات البين بين الاشقاء وتعيق جهود الوساطة الخيرة التي يقوم بها امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المعروف بحكمته ووفائه ومحبته لدول وشعوب مجلس التعاون اشتركوا في القناة